حياكم الله ومشاهدين الكرام متابعي قناة اليام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم أنا كرار حباب فاصل قصر وفقرة فيس تو فيس خليكم ويانا لحدي يروح بعيد أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة فيس تو فيس حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم ولا مواضعنا وأحداثنا في هذه الفقرة هو الحدث الأبرز والترند الدائم اللي إن شاء الله سيحقق النصر على الكيان الصهيوني الغاشم أكيد الأخوة والمقاومة في فلسطين والشعب الفلسطيني يتعرضون لهجمات كبيرة من قبل الكيان الصهيوني الغاشم ولكن هم أبطال وأكيد هذه الأرض ستحرر من دنس هؤلاء النتنياهو والقدرين أجلكم الله اللي مثله وعملية الطفان الأقصى اللي إن شاء الله راح تحقق الانتصار بعون الله تعرفون موقف العراق من هذا الموضوع من زمان يعني ومن هذا اليوم موقف العراق دائما هو داعم للقضية الفلسطينية وداعم لخروج الاحتلال الصهيوني من الأراضي الفلسطينية وهذا يعني كشعب وكحكومة وكل الناس في العراق كل الأحزاب كل المواطنين هذا قرارهم وهذا هو اللي يردو دائما أنه يصير يوم أمس كان اجتماع حاسم في هذا الموضوع للبحث في تفاصيل عملية طفان الأقصى هذا الاجتماع وأيضا لدعم القضية الفلسطينية هذا الاجتماع ما بين رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني وقادة الإطار التنسيقي طبعا كان اجتماع يضم الكثير من القيادات في الإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني خلينا نطلعكم على البيان وأيضا التفاصيل اللي جرت في هذا الاجتماع بالصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي رئيس مجلس الوزراء يستضيف اجتماعا طارعا لقوى الإطار التنسيقي لمناقشة التطورات في الأراضي الفلسطينية استضاف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني مساء اليوم السبت اجتماعا طارعا لقوى الإطار التنسيقي جرت خلاله مناقشة التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدان المجتمعون الهجمات الصهيونية المستمرة في الأراضي المحتلة والاستهداف المباشر للمدنيين والحصار الوحشي الذي تنفذه سلطات الاحتلال على قطاع غزة وتسببه بتفاقم الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على إيقاف الانتهاكات التي تمارس ضد الفلسطينيين وثمن المجتمعون المواقف العراقية الحكومية والشعبية والنيابية وفي مقدمتها موقف المرجعية الدينية العرية في النجف الأشرف داعين إلى مواصلة التظاهرات والفعاليات الشعبية والوطنية المساندة للقضية الفلسطينية كما عبروا عن شكرهم للحكومة العراقية على موقفها الشجاع في الدفاع عن الشعب الفلسطيني مؤكدين أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية مع دول العالم من أجل حماية الشعب الفلسطيني ودعا المجتمعون مجلس النواب إلى تبني مشروع قرار وموقف موحد تجاه هذه التجاوزات هذا أبرز ما جاء في البيان وهذه الصورة أيضا من الاجتماع اللي حصل محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء الشيخ خمان حمودي رئيس المجلس الأعلى السيد عمار الحكيم الشيخ قيس الخزعلي المجاهد هادي العامري الدكتور حيدر العبادي والكثير والكثير من القادة السياسيين من الإطار التنسيقي حضروا في هذا الاجتماع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كذلك الحال وهذه صور من الاجتماع الذي عقده مساء يوم أمس الست طبعا أكيد وأيضا حضور النائب الأول لمجلس النواب ودائما ما يكون الإطار التنسيقي في مواقفه أكيد مع الشعب الفلسطيني ومع الأخوة في فلسطين نشد على إيدهم وهذا الموقف أكيد نحن بدورنا أيضا نثمن هذا الموقف الدعم واجب للقضية الفلسطينية هواي دول هواي رؤساء دول عربية ما كان لهم أي يعني كلام بهذا الموضوع لا أحد استنكر لا أحد أدان لا أحد شجع المقاومة لا أحد شجع كل شي ماكو يعني الأراضي يوميا الناس الأبرياء تقتل وتستشهد في فلسطين وحكام العرب في صمت صمت ما أعرف شنو هذا وإلى متى يعني هذا الصمت الرهيب مع الأسف يعني اليوم الدنيا الدور يعني وأكيد اليوم فلسطين باتشر ممكن واحد منكم لأنه إسرائيل هو الشيطان الأكبر هو شيطان هذه الكيان الصهيوني هو شيطان فأكيد اليوم في فلسطين باتشر عدتكم وإن شاء الله نتمنى نحن يعني نتمنى فادي يوم تصيرون وياه وخلنا نشوف ش راح تساون خلنا نشوف طبعا هذه صور من الاجتماع ياسر يقول اللهم أني استودعك فلسطين وأهلها كبارها وصغارها رجالها ونساؤها شبابها وبناتها أرضها وسماؤها فأحفظها يا ربنا من كل سوء علي يقول موفقين إن شاء الله علي جمال أيضا يقول بارك الله فيكم وسدد خطاكم أما عبد الجبار يقول سوف نصلي بالقدس إن شاء الله يا عبد الجبار أيضا في مداخلة هاتفية بخصوص هذا الموضوع جمعة رئيس الوزراء العراقي محمد الشياء السوداني وأيضا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشياء السوداني والرئيس الإيراني يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياء السوداني اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي وشهد الاتصال بحث آخر التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أثر العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني هناك وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تحرك المجتمع الدولي أزاء ما يحصل من انتهاكات خطيرة تستهدف المدنيين في الأراضي المحتلة ورفع الحصار الظالم عن مدينة غزة وتوفير الممرات الآمنة للمدنيين ومرور المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين أكيد وهذه صورة ايضا ارفقت مع الخبر أكيد العلاقات بين البلدين هي علاقات واسعة وكبيرة ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين بلدنا العراق الحبيب ومثل هكذا تعاون سيصب في مصلحة القضية الفلسطينية نشكرهم لأنه يحاولون يساندون يدعمون يقدمون كل الدعم للأشقاء في فلسطين عكس هواية دول مثل ما ذكرت صمت وما كو أي كلام هذا كان آخر موضوع في موضوعنا الأول أو آخر خبر في موضوعنا الأول اللي هو موضوع القضية الفلسطينية نتمنى أنه يعني للشعب الفلسطيني الصمود وإن شاء الله النصر قريب ودائما الله سبحانه وتعالى رح ينصر المظلوم والظالم أكيد اللي هو الشيطان الأكبر إسرائيل إن شاء الله هذا الكيان الصهيوني الغاشم أجلكم الله القذر إن شاء الله إلى جهنم وبئس المصير هذا كان موضوعنا الأول في هذه الفقرة موضوعنا الثاني في فقرة face to face هو يعني ما عرف شون أفاتحكم بالموضوع اللي ظهر أمامكم يعني على الصورة طبعا هذا الموضوع ترند اليوم من الصباحيات قعدنا علي ترند ما شاء الله هذا الشخص اللي ظهر أمامكم بالصورة هو ضابط برتبة عميد ضابط برتبة عميد شو ما سوى هذا الضابط اللي برتبة عميد اللي يداوم في صلاح الدين موضوع صعب هذا الضابط مع الأسف تم اعتقاله زين لأنه مبتز امرأة زين مبتز امرأة بمبلغ ثلاثة مليون دينار عراقي ابتزاز بالأموال وابتزاز حتى وصل يعني للتحرش أو بالشرف وغيرها من الأمور هذا بتزهى هذا الضابط فالموضوع اثار الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي بالعراق ضجت بهذا الخبر لأنه أنت المفروض تكون من يحمي هذه المرأة لو تحرش بها أحد لو بتزها أحد لو طلب منها أحد أموال لمساومتها أو غيرها أنت المفروض من تحمي هذه المرأة ما أنت اللي تقوم بهذا العمل يعني مو أنت اللي تسوي هذا الشيء يعني شجاكم شجاكم بعذابط وبرتبط عميد بصلاح الدين طايل محافظة وعميد يعني يعني تعبان يعني جايبها من يشجاك طبعا نحن ما يعني ما نشار نصورة يعني أثناء هيتش يعني يعني والله ما أعرف بس يعني أنت المفروض الناس تلجئ لك أنت رجل قانون أنت رجل قانون اعتقال ضابط برتبة عميد ساوم امرأة على شرفها وابتزها بمبلغ ثلاثة ملايين دينار في صلاح الدين والله والله ما أعرف يعني تحتي شي تسول شي تقول عمي والله حرام اللي جاي تسو حرام يعني أنت بس راتبك خير من الله بس راتبك ثلاثة ملايين فادية يلا قلي بالله طائب عمر يقول على الحراس كون نخلي حراس على الحراس كون نخلي حراس صدقت القول يا عمر يجب أن نضع حارس على الحارس شرطي على الشرطي مراقب على المراقب همام يقول شو صلاح الدين متصدر لأخبار الموزين صلاح الدين شو جاكم شو بس الأخبار الموزينة جاية تطلع من يومكم خير شن الموضوع شنو فهموني يعني ما أدري بس هذا كله من يومكم بس عرنفته ما كش علاوي يقول مثل هيد جريمة المفروض تكشفون وجهه وهويته حتى يصير عبري لكل مسؤول إمنية أو سياسية أو أي شخصية تتحكم بأعراض الناس وتساومهم والله يا حبيبي إحنا الصورة وصلتنا واضحة بس إحنا قوشناها أندراوس تعر أندراوس أندراوس اسمه أندراوس لين لو أندراوس أندراوس كان الواو يم بالدال بس أندراوس 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 أقول لك والله جايب لك اسم ما تقول لي شنه يا أخوي من قلة لسامي شنه ترى صعب واسمك صعب شي صحولك الدلعمالتك شنو أنت شي دلعوك أندوني أندومي يدلعوك رواس شي دلعوك يا أخوي راموس يقول هستشفى دنك ثلاث ملايين لوم انتظر رأس الشهر وما أخذ راتبك مو أحسن لي يا الله أحسن لي لو منتظر نهاية الشهر وما أخذ راتبك هو أحسن لي هذا موضوع راح خلص شوفوا الموضوع اللي بعد اللي هو أيضا مشابه لهذا الموضوع بس العكس يعني العكس يعني شنه اللي صار هسه شنه اللي طالعناه هسه هذا عكس ما حصل دائما نعرف 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 أنه اللي يبتز أو اللي يبتز هو يعني رجل يعني معروفة أغرب الترند اليوم هم يعني هم يعني اليوم الترند ولحد دلال بعدهم الناس يعني يسولفون بي هذا الترند شنه يا بي اسمع افتح لذانك زين اسمعني يقول القبض القبض على فتاة في بغداد أقدمت على ابتزاز مواطن حلو هاي الفتاة أقدمت على ابتزاز مواطن من خلال تهديده بنشر مقاطع مخلة له وساومتها على مبلغ مالي ثلاثة مليون دينار هاي تسقي بالكلشه اليوم شجاءكم tulee ثلاثة مليون الضابط طالب ثلاثة مليون هاي طالب ثلاثة مليون شجاءكم ويا هاذا الرقم شو من هناك بعد أي مساومة ثلاثة مليون خطفك ثلاثة مليون ühl considتزاز ممالك شبيكم هاي تسقي كلمكن هاي حكلي ثلاثة مليون هاي الرنج هذا الرنج الثابة ثلاثة مليون مساومة خطف ابتزاز 3 مليون نرجع الموضوع يعني هم دائماً القاء قبض على شاب أو على مواطن أو على مدرشينه ابتز فتاة بنشر صور لها أو مقاطع فيديو القاء القبض على شاب ابتز فتاة عم إحنا صرنا بالعكس القاء القبض على فتاة ابتزت شاب بنشر مقاطع مخلة له وساومته بمبلغ 3 مليون دينار عم شنو هاي كارثة هاي كارثة شنو عمي بعد أشمرك رقعك بلقاع رح رقع بلقاع وخلص مني عمي رجعوني على زمن الألف ومية شون تليفون حلو اترقع بالحايط يرجع لك كل شي ما بي تدوس عليه كل شي ما بي رجعوني على زمن الألف ومية نخابر بس نخابر عليه وين انت جايك في مال لا في مال لا احنا لا مال فيسبوك لا مال سناب شات لا مال انستيقرام لا مال يوتيوب لا مال تليقرام لا عم إحنا نستخدمهن بشكل خاطئ بشكل خاطئ نستخدمهن من الأخير أطلع لكم احنا ترجعوني على الطابوقة يا آيفون يا غالكسي يا عمي شاعة رقع بلقاعوا على وفر ارجع على الطابوقة ارجع على التلفون الطابوقة زين كل شي ممتاز موجود هسا لحد اللي بيعون بيه بخمسة آلاف برصيف على الرصيف زين يمي لقى راجمال بغداد جديدة ارجع على الفومية من الضوج ألعب حية الأعب حية هاي الحية يلعب زين من الضوجة اتريت خابر خابر بيه فضت راحت لا بي كاميرا لا بي يوتيوب لا بي لان عم إحنا مو مال هاي استوالف ويقولي الشجاجة تيب شجاجة الظلم تخاف السويه انه بيت ترح انت بتزين شهاب عمي والله كارف ربك ترى جاني نشوف عجايب في هذا البلد جاني نشوف عجايب ما شاء الله خلينا نشوف التفاصيل الموضوع وخلينا نشوف يعني ما عرف القوية بالموضوع انه جاية بكل أناقة والجنطة هنانة والله هذه واكفة وزارة الداخلية ووكالة الوزارة لشون الشرطة قيادة شرطة بغداد الكرخ مديرية نجدة بغداد الكرخ قاطع نجدة اليارموك نو باليرموك مدير ليش انا محب اليرموك عسى أكون ليت يعني من فضلك اعطني الشوكة من فضلك واحدهم الشمس ما ما رد ما رد هلسه يقل لك eling شوف هذا حلوة ليرموك بها بها كافيهات حلوة ومطاعم حلوة ليرموك شوف للهيئة مالتها شوف للهيئة مالتها شون مرتبة جاية لابسة ومعرف شنو والجنطة هنانة ولا عبالك لقاء قبض عبالك جاية للشسمة للسوك جاية تسوي شوبنج فأنا تعبت أنا هذا البرنامج تعبني من قد ما شفت بيه أخبار ومواضيع وليت شجاج 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 تبتزين واحد تنشرين فيديوهاته وتاخذين منه ثلاثة مليون دينار شجاج عمي إلهي لك بيها حكمي هاي من علامات ما عرف والله ما عرف عمي قاعدا راحة قاعدا راحة هو إحنا الزلم ريد نخلص منهم منور هاي السوالف يومية وزارة الداخلية يومية الشرطة كام شي لهم ما عدوا قال لي بالسجن يبتزوا يسوي ويساوم بالنسوان إنه بالتن قاعدان راحة عمي ما بينا حيل إحنا نخلص من الزلم اللي يساومون بيتشن إنه بتطلع عن التن يساومون بلد بلد تايه مثلين خلنشوف التعليقات مصطفى يقول ها 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 يخلى لي موجيات ما أضحك يقول هي هاي لناقصتنا البناء تبتزننا على صورنا زين تسوون والله سباعيات رجائل لا تدخلن على الخاص ترى أنا بالناس معروفين ما أقدر أراس البنات جنبيتك يا ليوناردو ديكابريو يا توم كروز جنبيتك هشام يقول لعد إذا أنت تخاف من الفضيحة وخايف أهلك وأهل مرتك يدرون وتبلغ على ابتزازك إش وداك لهذا الطريق يا دنيئ المفروض خطأ قبولك تحاسب عليها بعد انقاذك من الابتزاز أي والله إش وداك لهذا الطريق أقعد واستيشن أقعد واستيشن إذا ما تعرف شنو معنى استيشن استيشن يعني اتكتر هس راح يقل لي تكتر شنو مين جيب لايلا استيشن تكتر يعني روح على صفحة قعد وحدك يعني شي استيشن هيد هيد يومي دنيانة انقلبت رأسا على عقب هكذا يقول علي صالح دنيانة انقلبت دنيانة انقلبت رأسا على عقب أو عقبا على رأس هيت يعني يعني هو العكس يعني تقول ديمة شوف الوقفة جنته وتقول رايحة للمال تسوق أدري إلقى قبض لو جلسة تصوير ايهان صدق والله ترى عدها حق بالله الكريم نرجع للصورة عدها حق نرجع للصورة ترى عدها حق يعني هذا ملقى قبض هذه الجنتة هنا يعني صدق يعني يعني عدها حق ديمة مجيد يقول كل ما نسمعه ونراه من عجائب وغرائب سببها هو عدم الإيمان في الله وسوء تربية وأيضا هو عدم وجود فرص عمل فيسلك الناس فيسلك الناس إلى طريق الشيطان للحصول على المال هكذا حلل الموضوع مجيد وهكذا أنا أختم فقرة فيس توفيس اللي نروح بعدها إلى فقرة الترند تيوب خليكم ويانا مشاهدين الكرام لحذرها بأيضا أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في فقرة الترند تيوب بكل تأكيد المدير أو المديرة في المدرسة يجب أن يتحلى بالشخصية والرزانة والإدارة الحكيمة والحوكم الرشي كل كل هاي الأمور كل هاي الأمور المدير أو المديرة لازم تتحلى بها بالمدرسة شاهدوا مديرتنا لهذا اليوم ماذا تقول في الاستفاف للأطفال؟ بدأ العام الدراسي وبدأ الهموم بس ما أقول بيت على المدارس بابا صاير أقول بدأت هموم الدولة التربية الطلاب المدرسين المعاونين المدراء الحراء عمي بدأ العام الدراسي وبدأ الهموم ما للمشاكل وقلنا بداية العام من جبنا الخبر وجبنا الموضوع وبدأ العام الدراسي قلنا يا فيه يجب أن نتحلى بالأخلاق الحميدة والتربية ول 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 قلب ونشل صار تشاعر من وراكم ول 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 قلب ونشل واقفة بسماعة بالاستفاف من الصباحيات بالمدرسة والطلاب كلهم وتقولين أنا على الوالدي اللي يخابرني أجل الله سامع وعذراً للمفردة أي جيل سيخرج من هذه المدرسة يا حضرة المديرة أي جيل ماذا سيتعلم نحن نقول علموا الطلاب التربية قبل التعليم نقول علموا الطلاب قبل أن تعطوهم التعليم علموهم ربوهم انشؤوا جيل صالح بذرة صالحة علموهم على مفاهيم الحياة والتربية والأخلاق علموهم على الاحترام والمتبادل الآخرين ليس هيتشي تسوي بيلي خابر مو هيتشي يا مديرتنا الموقرة إلى وزارة التربية عمي ما نبقى احنا يوميا الناشدكم لموا موظفيكم لموا كوادركم هذا جيل متربي جيل يروح للمدرسة ما نريده يتربى على هاي الألفاظ نحن من عمن الشارع ما يطلع يلقى لك كلام مننا لو كلام مننا إنه يجي مدير مدرسته ثم انت شنو المدير شي صير انتذا ما تقدرين على الدارة طلعي تنحي شنو المدير شي صير من واجبش انت كل شي تسوي للطلاب وتوفرين للمدرسة وإلا على شنو انت مديرا وتستلمين راتب عالي واخري واخري بطلي استقيلي رجع درسي بس عمش ترجعين درسي ترجعين درسي على هذا الكلام يا يابا يا بوي إلى وزارة التربية الموقرة إلى وزير التربية ترى أنا شليت أنا تعبت لم الكوادر بعض الكوادر اللي يعدكم بالوزارة لموهم عمي يرادلهم هم ويرادلهم تربية وتعليم من جديد عمي البعض أكرر البعض أكو أكو الآلاف الزينين لم البعض عاقبهم كافي هيتشي كافي هذا التعلوم للأطفال اللي خابرني لو يتصل أنعى الوقت عمي مو هيتشي ليش تخلونا نطلع من طورنا ونحط شي وبعدين تزعلون هذا الفيديو وهذه الرسالة وهذا الكلام أتمنى أنه يصل إلى وزير التربية مع التقدير اتخاذ ما يلزم يا عمي يا وزير التربية اتخاذ ما يلزم مع هذه المديرة دعونا نرى التعليقات حول هذا الموضوع يقول ضياء تفضل أستاذ علاء وين وصل مستوى التعليم بالعراق ما دون الصفر والله عن محقك عامر يقول هاي هاي البارحم التصنين عليها بالليل يمكن ومنتظر الصبح في فارغ الصبر حتى تحكي به الموضوع أما وليدي يقول رغم عمري 43 سنة من شفتها خفت الله يساعد الأطفال شنون رعبتهم والله صحيح الله يساعد الأطفال شين عم رعبتهم رعوا عنا عالب والد والد يعني مهند يقول والله حقها تعال داوم يوم بالمدرسة وراح تقول حبيبي ماكو حق ولا تبرير للإساءة ولسوء التصرف لا تقول لي معانات هاي المعانات انت واني وغيري 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 وخلف الشاشة كلهم ممرن بيهم ما طول انت صرت مدير استلمراتي بعلم وخصصات على أمور هاي السوالف من واجبك ان توفر كل شيء لمدرستك شينش يصير المدير شينش يصير المدير يروح يطبع كتب ويجيب الطلابة يقرون اذا ماكو اذا الحكومة ما جابت كتب او ذات اخرة الكتب يروح يستنسخ كتب على ما الطلابة يقرون هذا المدير مو والله شي يصير المدير انه بتتجاوزين وقدام طلاب سواهر البصري تقول يما لو هاي مديرة جهالي اتبرى منهم وما روح وراهم للمدرسة الله يكونوا بعون عم مش كارثة هذا طبعا هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي ايضا انتشار بصورة كبيرة جدا الفيديو اللي بعده فيديو مؤلم دائما ما نقول يا ابا ديروا بالكم ديروا بالكم خلينا نشوف الفيديو والحادثة وراها نسولفلكم شنو اللي صار الفيديو واضح والكلام واضح واللي صار واضح سولف الشخص اللي كان يلقي الكلام زين يقولك قصوا السيارات على ما يطلعون الناس زين ما عرف والله ما عرف يقولك جزرة كبيرة وصدقية باع قدامكم زين انت ابو التنكر مال بلدية اللي ترش يا اخويا يا حبيبي مو المفروض هاي الامور تصير بالليل مو احنا هون نشوف دول التنظيف يا امه بالليل يا امه وجه الصبح بالخمسة بالستة بالاربعة زين مو بنص الدوام والازدحامات ونزلة جسر هاي الابرياها السلي راحت شون يدنب هاي مين يتحمل الذنب تتحمل البلدية يتحمل السواق يتحمل منهم وصدق ترى هاي احنا ببغداد هسه يلا انتبهوا انه الجزرة اكبر من الشارع بالوسط اكبر من الشارع هسه انتبهوا ببغداد وبدوا يوسعون الشوارع يقللونه من الجزرة الوسطية عمي روحوا للمحافظات همينة بل شو بل شو بالديوانية بل شو بالسماوة بل شو بالناصرية عمي ذول من كوبين ذول عبالك مو بالعراق عايشين ذول عبالك بعدهم بالعصور المتأخرة مساكين سكان هذه المحافظات مساكين ترى يا اخوان خطيئة عمي خطيئة اللي قاعد بالسماوة وبالديوانية خطيئة لا خدمات لا صخام لا الطاق يعني والله العظيم كارفة فوق كل هذا يجيك ابو البلدية يسوي لك حادث يكتلها بالعشرة مدر اربعة عشر واحد الحصيلة الاولية اربعة عشر شخص ما بين حالات وفاة ما بين حالات خطرة بسبب حادث سير حادث سير ليش ضار هذا الحادث ما السير يعني لانه هي تشي لانه جايرش خلي نشوف التعليقات عمي الله تعبتونه تعبتونه يقول حيدر مهدي لا حوله ولا قوته الا بالله العلي العظيم أما بنوا تقول لا حوله ولا قوته الا بالله العلي العظيم الله يرحم المتوفين ويشاف المصابين بحق محمد وآلي محمد يا ستار يا حافظ الله يرحم الله يرحمهم ويدخلهم ويدخلهم فسح جناته الشفاء العاجل للجرحة ومع ذو الرحمن لا حوله ولا قوته الا بالله هو الرشو السقي المفروض يكون بالليل مهيش احنا هذا الحجي هنا المفروض يكون بالليل مو بيتي توقيت مو بيتي الله يكون بالليل موقت الذروة مؤمنته بالله تقول نتائج السرعة غير بنزلة الجسر يهدي سرعته اللي يمشي بهدوء ويتلاف الحوادث والله هم صحيح يعني هي هاي نزلة الجسر لازم الواحد أيضا ما يمشي سريع حياتك أهم من الاستعجال انت بالنهاية ترى رح توصل يعني طبعا هذا كان آخر تعليق خصوص هذا الفيديو انت بالنهاية رح توصل يعني رح توصل وي اللي جاي يمشي بطيء لأن ثيناتكم رح توقفون بتقاطع لو بازدحام لو بسيطرة بيناتكم لا يوجد فرق بيناتكم رح توكفون بالتقاطع خلنشوف الفيديو اللي بعده وايضا نرجع نسولف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيها دفع بلا بيها اجر وثواب والله العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما ابو علا يقول بارك الله بكم وجعله في ميزان حسناتكم ناني احمد تقول ما شاء الله تبارك الرحمن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة